الله أكبر أشهد أن لا إله 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 أشهد أن لا إله 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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إله إلا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله والله العلي العظيم أعلم إخوة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة عن كلامه وسمعه وبصره وفؤاده وأن الله سائل عبده عن قوله في الدنيا هذا يجوز وهذا لا يجوز فقد قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد وَلَا كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَلْهُ مَسْئُولًا أي لا تقل قولا بغير علم فالفتوى بغير علم من الكبائر روى الحافظ ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض فإذا كان الأمر كذلك إخوة الإيمان فما معنى أن يفتى بعلم وَاسْمَعُوا مَعِي فَإِنَّ الَّذِي يُفْتِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَجَرِّئًا عَلَى الْفَتْوَى بغير علم أما المجتهد فهو من له أهلية الإجتهاد أي من يجوز له ذلك بناء على صفات معينة وشروق لا بد أن تجتمع فيه وهي ليست موجودة في أعلاب أهل العصر وأما من تسخر مرتبة ليس أهلا لها فصار يفت الناس بغير علم صار يفت الناس على وفق هواه كما قال إمامنا شافعي رضي الله عنه من ثام بنفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمته فإياكم والفتوى بغير علم رجالا ونساءا ولا تغفلوا لا أدري فإن لا أدري نسف العلم وإن لكم في رسول الله رسوة حسنة ففي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع والشرها فقال لا أدري حتى أسأل جمريم ثم نزل الوح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق وإن من أعظم الأسباب في انتجار الجهل والمفاهم الخاطئة بين الناس الفتوى بغير علم واستفتأ الناس لجهلة القوم وأدعياء العلم ففي الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤاسة جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عذرا للمفتي ولا للمستفتي فأما الأول فلأنه أفتى بجهل وأما الثاني فلأنه استفتى من لا يستحق أن يستفتى وقد قال الحافظ النواوي رحمه الله لا يجوز استفتاه غير العالم الثقاء فطريق السلامة أن يحرز المرق نفسه أولا قبل أن يحفي وأن يعرضها على الجنة وعلى النار اللهم احفظ علينا ديننا آمين هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين نعبده تعالى ونقدسه ونمجده لَا إِلَا عَقَيْرُ نعبده تعالى وَعَقَيْرُ أَقَيْرُ إبن أساكير أساكير أنتهاء يقولون أن الله سعلم يقولون أنه يقولون أنه يعقدون إن دائم أنهم سعيدون أنهم لا تسمعون السفرح فالجلس أعودوا أنه يقولون أنه يقولون لذي أخبرون أنه يقولون ييفئديني transitionاراً هذا لحصول وصورة أنه يذهباً وحصول يسير من Phatwa دائماً يذكر هذا هو يعطيsy سيناس يجب أنه يختاراً يجل لحصول جيهان يستيحان يجب أن تفعله أفوال انهاء وطانية وطانية وحصول مفهرة مفهرة وطانية ce sont des qualités et des conditions qui ne sont pas présentes chez la majorité des gens de cette époque. Quant à celui qui prétend avoir un degré qu'il n'a jamais atteint et qui se met à donner aux gens des jugements sans science, il se met à donner des jugements qui correspondent à son avis personnel et à ses passions. C'est quelqu'un alors qui va à sa perte. Une personne qu'Allah tabara, qu'Allah ta'ala, dégouala, qu'il va dans le monde, avant le delà, tout comme Imam al-Shafi'i, r.a. a dit, « Celui qui se place lui-même au-dessus de sa propre valeur, Allah ta'ala le ramènera à sa juste valeur. » Et vous avez en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle, puisque dans le hadith, un homme avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du meilleur des endroits et du pire des endroits. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Je ne sais pas jusqu'à ce que je demande à Djibril. » Puis la révélation qui est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le meilleur des endroits sur Terre sont les mosquées et que parmi les pires des endroits sur Terre, il y a les marchés. Parmi les causes majeures de la diffusion de l'ignorance et des mauvaises compréhensions chez les gens, il y a justement le fait de donner des fatwas sans science et de demander des fatwas aux ignorants et à ceux qui prétendent la science. Dans le hadith sahih authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui signifie « Allah n'enlève pas la science en l'arrachant à des esclaves, mais il enlève la science en faisant mourir les savants au point que lorsqu'il n'en restera plus aucun, les gens éliront à leur tête des ignorants qui seront interrogés et qui répondront en donnant des avis sans science. Ils s'égareront ainsi et ils s'égareront autrui. » Qu'Allah nous en préserve. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'a pas donné d'excuses à celui qui donne des avis sans science ni à celui qui demande des avis à un ignorant. Le premier en raison du fait qu'il a donné des avis sans science, le deuxième parce qu'il a demandé à celui qui ne mérite pas d'être interrogé. Le hafid al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il n'est pas permis de demander la fatwa à quelqu'un d'autre qu'à un savant digne de confiance. » Ceci a été cité dans Mouqaddimatul Majmour. La voie de la sauvegarde, c'est donc de se préserver d'abord nous-mêmes avant de donner un avis de jurisprudence et de nous rappeler que nous avons devant nous le paradis et l'enfer. Allah Ta'ala dit ce qui signifie « L'esclave ne se prononce pas, l'esclave ne prononce pas une parole sans qu'il soit auprès de lui rapide et ratide. » L'esclave d'Allah, le fait de donner des avis religieux sans science fait donc partie des grands péchés et risque de conduire celui que se laisse aller à le faire à la mécréance. Qu'Allah nous en préserve et nous apporte de terminer notre vie sur la foi complète. Ameen, il a rabbal al-alamin. Subhanallah wa bihamdiki, subhanaka allahum wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa antha wa nestağfurika wa natubu ilayn. Bismillahirrahmanirrahim, ya arhamarrahimin, ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin, ya arhamarrahimin aferrj'u ala al-muslimin, allahumma laka alhamdu kulluhum wa laka shukru kulluhum, allahumma salli ala seyyidina muhammadin wa ala 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 seyyidina muhammadin wa barik wa salim Allahumma khsul me, wa li almu'minine, wa almu'minaat wa al-muslimin wa al-muslimat, ahiyam inhum al-amwad bi rahmatika ya arhamarrahimin wa alhamdulillahi rabbil ala alamin rabbi zidini ya ilma ya kareem rabbi zidina ilma ya rahim rabbi zidina ilma ya thaljalail wa al-ikram ya mqalliba alqulub thabit qulubana ala dynik inna Allah wa malaykatahu yusalluna ala nabiy ya ayuhal ladin aamanu sallu alayhu wa salimu taslima Allahumma salli ala seyyidina muhammadin wa ala ala seyyidina muhammadin wa barik wa salim wa fadil subhani rabbika rabbi zidina wa ma yasifun wa salamun ala l-ursalim walhamdulillahi rabbil alamin amin ademi s-soliq اشتركوا في القناة